بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد الإنسان في هذه الحياة الدنيا يبحث دائما عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن العمل الذي إذا عمله نجاه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ورزقه النجاح في الدنيا والآخرة جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك قل لي شيئا في هذا الدين العظيم إن التزمت به وأقمت عليه واجتهدت فيه وصلت في طريق الله سبحانه وتعالى دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم إيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان له أركان يحقق العبد بقلبه يقينا صادقا بربه سبحانه وتعالى وبدينه ونبيه وبكتب الله ورسله وبقدر الله سبحانه وتعالى أن يحافظ الإنسان على هذا الإيمان ثم يستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى الاستقامة أي المداومة على الطاعات والابتعاد عن المحرمات كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة أي كان يداوم صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة كان إذا عمل عملا أثبته أي كان صلى الله عليه وسلم إذا قام بطاعة ثبتها واستقام عليها بقية عمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يداوم الإنسان على طاعات الله سبحانه وتعالى يحافظ على الفرائض يحافظ على معاملاته يحافظ على عباداته ثم هذا شق شق الآخر أن يبتعد عن المحرمات بالكلية هذه الاستقامة طاعة لله سبحانه وتعالى فيما أمر وابتعاد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وهذا يوضحه لنا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارمة تكن أعبد الناس هنا يضع صلى الله عليه وسلم معيارا للعبودية يقول إن العبودية ليس كما يفهم الناس فهما بسيطا أو قليلا أو ضيقا أن العبودية هي اجدهاد في العبادة في الطاعة في الصلاة في الصيام يريد صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذا المفهوم ويذكر معيارا للعبودية هو المعيار الحقيقي فيقول اتق المحارم تكن أعبد الناس العبودية أن تملك نفسك عن الحرام ثم تأتي ما استطعت من الطاعات هذه أعلى مراتب العبودية العابد ليست له سيئة واحدة وإن كانت حسناته معدودات يجتهد في أن يحجز نفسه وأن يصبر عن محرمات الله التي حرمها الله سبحانه وتعالى والتي حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فعل الإنسان ذلك كان عبدا لله كما أمر يجتهد في الابتعاد عن المحرمات اتق المحارم تكن أعبد الناس لماذا؟ لأن هذا هو سبيل الاستقامة طاعة لله واجتهاد فيما أمر الله وإن اكتفى الإنسان بالفرائض بالعبادات الأساسية ثم كلما زاد قربه الله سبحانه وتعالى كلما زاد في النوافل كلما زاد في الطاعات غير الواجبة كلما قربه الله سبحانه وتعالى كلما ارتقى إلى الله سبحانه وتعالى شريطة أن يكون مبتعدا عن المحرمات تق المحارمة تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك وانظر كيف يعدد صلى الله عليه وسلم بعد أن غير مفهوم العبودية الآن يصحح أيضا كثير من المفاهيم الرضى داخلي وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أحسن إلى جارك تكن مؤمنة هذا هو الإيمان هذا هو الاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى ليس فقط الإيمان ما كان في قلبك وما صدقه وعملك في العبادة وإنما معاملات الناس أيضا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة وحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلمة ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أي لا تلهو عن غايتك في هذه الحياة الدنيا لا تبتعد عن هذه الغاية لا تنشغل بالدنيا وما في الدنيا عن هذه الغاية ولكن عليك أن تستقيم في طريق الله سبحانه وتعالى وأن تنتبه أن لا يشغلك شاغل عن طريق الله سبحانه وتعالى وأن تثبت على استقامة الله سبحانه وتعالى سبيل الله سبيل استقامة المؤمن حاله مع الله لا يتغير مؤمن بقدر الله مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرزقه ويعطيه ويغنيه ويطلب منه وحده سبحانه وتعالى موقنا مستكينا خاضعا لله وإرادته ودينه وهو الذي سينجيه الله سبحانه وتعالى بهذه الاستقامة في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين